السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حالة تانية من حالات السوبرفيشي الالتراساوند اللي جاية بجراين ماس او ان دي دخلة في ديفرينشال دياجنوزيس تفكر فيها ازاي حاول تستبعد الهرنية في الاول خالص عن طريق مع السترينينج والريست وكلام ملبا في حاجة برضو ممكن تتغير مع السترينينج ومع الريست اللي هي الفاريسيس فدي لازم تكون في ديفرينشال دياجنوزيس بتاعها تنمى حاجة بتشينج السايز بتاعها لكن حاجة سابتة في السايز يبقى نون روديوسابل هرنية versus أشهر ماس طبعا تبقى الليمفينوت تمام؟ فده طريق التبكير كده بسيطة في الانجوائنال دي كتالدر لفينيه الجاية نون روديوسابل هرنية يا إما هارد إن كونسيستنسي صعب تبقى هرنية تمام؟ وأخصوصا لو ما عايش بقى بين ولا تندرنس ولا سكين تشينجس ولا كلم منه الحمد لله سألنا في الهيستوري آه مفيش بقى الاوبستركشن كويس آآ برضو مفيش آآ حاجات مفيش مفيش ولا انت بتسأل برضو عشان لو دي بطلوشكا الانجوائنال طب تعال نحفوش على الاترس في عندنا حتة الانجوائنال صغيرة كويس ودي بقى ماس ولا الانجوائنال انا ممكن اقول انباجينيتد تيشو ده اللي هو الايكوجينيك ده ده ممكن يكون رزيدي والفاتيهاي ممكن آآ بس انجرنرال الشكل ده في الانجوائنال راوندد او او فايت هايبو اوكايك آآ ليشن بردومنت الهايبو اوكايك في سين نتسيستيكاس بس وانتطأ لكن مش بردومنت مفيش بردومنت آآ كالسيفيكيشن آآ بالنسبة لي بطلوشكا بصراح بطولوشك الليمفونود يعني ايه؟ يعني لينفومة يعني ميتاستيسس يعني تي بي احد الزمله ما شاء الله كان لاحز ان فيه هنا ايكوجينيك رينج اراوند هي هتضيف دي في الدياجنوزيس الايكوجينيك رينج ممكن تشهاب سبسيفيكالي اراوند تيوبيركولوس لينف نوز يعني دي ممكن تطلع تي بي لينفا دينايتس طبعا لو خدنا لها ايه بايورسي الفاسكولاريتي مش بردومنت ولا حاجة يعني هايبوباسكولار ليشن كان فيه هنا سي تي فيها تايني هايبوردينستيس يعني سنة كالسيفيكيشن مع ميني ما نسماتجينك انت بتتكلم بردو ناحية ايه؟ انها تبقى تي بي عن باقي الفاسكولاريس وطبعا لو في الالتراساون كانت تباين انها باي لوبيلر مسلا لا هنا تحس انهم اتنين مش واحد اتنين سيبرابل عن بعضهم دي تراجح انها اكتر لحيط ليمفنود مش جاست ماس ليجن يبقى لو قلنا ان دي غالبا الديفرينشيل بتاعك بصراحة مع الايكوجيني كرينجي دي انا احط تي بي في الاول لكن باقي الباثولوجيكال سواء كانت ليمفومة او موجودين معايا في الديفرينشيل طب لو قلت عليها ان انجواني الماس ممكن تفكر لي انجواني الماس اوصل الدياجنوز ازاي؟ ممكن تكون هيرنيا يا باول كونتينج ممكن تكون لو كانت سيستيك اقول عليها انسيستد هيدروسيل في الفيميل هيبقى انسيست هيدروسيل في الفيميل طب لو كانت وبيتزيد مع الستيريني متقل مع الريست او مع ده ممكن يكون طب لو كانت لو كانت طب لو حاجة بالشكل ده تمام مع او مع هاش اذا فهي بي طريقة تفكير كده سريعة بعيدا عن او لان الهيميتومة داخلة داخلة في الديفرينشيل بتاعها طيب فالحالة دي الريكمنديشن بتاعي عايز تخلص الديجنوس على طول اذا فهو بايوبسي اسرع حاجة هتوصل هي البيوبسي عشان بتعرف بعد كده اعمل لها التستات بتاعتها اعمل لها تستات بتاعتها ديكات نيو بلاستيك اعمل لها ميتاستاتيك ووركات يا الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته